هي المخدرات دي كلها مزروعة في سينة واسمع بقى تحرير الراجل ده بيقولك المخدرات دي ما ينفعش بخمستاشر طن سينة مزروعة بيهم هتقولي مثلا طن مثلا هتفاهم طن طنين مزروعين في سينة وكيان ده كله ماشي الباقي جامل لبنان وسوريا او حسب الراجل ده بيقول ان بيتم عمليات زراعة الحشيش والكوكاين وكيان ده كله ويتم تهربة الحدود المصرية عشان تخش داخل الحدود الإسرائيلية حلو من اللي بيشرف على العمليات دي حزب الله وحماس طيب الراجل بيقولك ليه حزب الله وحماس هم اللي بيكتسبوا الموضع ده تخيل تبليره بيقولك نفس احنا اللي كنا بنعمله في الخمسينات والستينات ضد الدول العربية حماس وحزب الله بيعملوه ضدنا ليه؟ بيقولك الجيش الاسرائيلي ده او الجيش الصهيوني كان في الخمسينات والستينات كان بيشرف عمليات تهريب المخدرات عشان ينفق على عملياته فكان بيهربها المصر وسوريا ولبنان دلوقتي المخدرات دي بتلف وترجع لنا تاني حزب الله و حماس عاوزين مصاريف فبيهربوا مخدرات بكميات كبيرة جدا داخل حدود المصرية